نحو مجتمع بلا مخدرات افتتح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد مركز علاج الإدمان والذي يشتمل على أحدث الوسائل والطرق المتبعة لمعالجة مدمنية المخدرات ومساعدتهم على تجاوز هذه الآفة نوجد مع أخي الدكتور عادل الزايد مدير مركز علاج الإدمان وشفنا عملهم ونشجعهم ونوقف وياهم معنويا وفنيا وماديا لتطوير عمل المركز وإن شاء الله من هالحال إلى أفضل إن شاء الله في التعامل مع هذه المشكلة الاجتماعية الموجودة المختصون يرون أن العامل النفسي يعتبر من أهم العوامل التي يجب الحرص عليها في معالجة الراغبين من التخلص من هذه الآفة القاتلة نحن نقدم هذا الجانب التأهيلي لمريض الإدمان ويوم أن يتكلم عن الجانب التأهيلي لمريض الإدمان فإحنا إذن نتكلم عن الدافعية الذاتية عند من يعاني من هذا المرض للخروج من دائرة الإدمان إلى دائرة التعافي الإحصائيات العالمية تقول أن بعد 20 سنة من التعافي 20 سنة من التعافي والبعد عن تعاطي المخدرات هناك فرصة 5% للعودة إلى الإدمان فلذلك عملية التعافي عملية مستمرة ومجهود دائم لتتحقق عملية الابتعاد عن العودة المخدرات على مدى حياة هذا الإنسان ويأتي هذا المركز تماشيا مع منظومة قرارات عالمية في اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المجتمع من الإدمان وتعاطي المخدرات في ظل تفشي هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة حسين الصائغ لتلفزيون المجلس